افتتح وكيل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري افتتح مستشفى النهى للطب النفسي والإدمان بمنطقة الغرف بمديرية تاريم وطاف وكيل المحافظة في المستشفى وتعرف على أغسامه وتجهيزاته مشيدا بما يقدمه من خدمات في مجال العلاج النفسي والإدمان وأكد وقوف السلطات المحلية مع مثل هذه المشاريع التي تسد الحاجة الملحة في القطاع الصحي فيما أوضح مدير المستشفى الدكتور حسن بن عقيل أن عدد المترددين على المستشفى خلال العام الماضي بلق خمسة آلاف حالة